أهلا بكم مشاهدي هنا لبنان على منصات التواصل الاجتماعي في هذا البث نحن معكم مباشرة من القطاع الشرقيري لفضول اللبنانية الفلسطينية يعني هناك استهداف في مرتفعات كفر شوبة ومزارع شبعة في هذه الأثناء يعني يقوم الجيش الإسرائيلي باستهداف بالقذائف الفسفورية والمدفعية مرتفعات كفر شوبة ومزارع شبعة بعد استهداف موقع رويسات العلم نعم يعني بعض اطلاق صاروخ باتجاه موقع رويسات العلم في تدار الكفر شوبة يقوم الجيش الإسرائيلي أقرب أقرب لهون هناك قذيفة أخرى على برج الملوك يعني أيضا يقوم القصف المدفعي على برج الملوك في هذه الأثناء ومرتفعات شبعة ومزارع كفر شوبة هذه القذيفة التي نراها سقطت هي على أطراف برج الملوك في هذه الأثناء يعني الصوت المدفعية لا يتوقف يعني هذه الصورة أيضا هي من مرتفعات كفر شوبة ومزارع شبعة يقوم باستهداف الغذاف المدفعية يعني بعضنا كفر شبعة لا يتوقف لديهم يعني بعض المساعدة تراحيني أوليك بالحظة فوت بها المفرق فوت بها المفرق فوت بها المفرق فوت بها المفرق يعني اذن مشاهدينا هذه مباشرة من مرتفعات شبعة وتلالك فارشوبة حيث يقوم الجيش الاسرائيلي بالقصف المدفعي وقذائف الفسفور في هذه الاثناء بعد استهداف موقع رويسات العلم في تلالك فارشوبة ومزارع شبعة وتحليق مستمر على علوم منخفض لطائرات الاستطلاع وتم ايضا الان استهداف موقع العباد الاسرائيلي وقصف 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 من مرتفعات كفرشوبة ومزارع شبعة بعد استهداف موقع رويسات العلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى غيرت توقف في هذه اللحظات القصف المدفعي بعد ان استهدفت اطراف بلدة برج الملوك ومرتفعات شبعة ومزارة اكبر شوبة هناك تحليق لطائرات الاستطلاع العلم خفت جدا على ما يبدو يقوم تقوم طائرات الاستطلاع منذ ساعات الصباح فوق القطاع الشرقي بالمسح منذ ساعات الصباح وعلى ما يبدو الان يقوم الجيش الاسرائيلي بالقصف المدفعي على عدة نقاط في القطاع الشرقي يعني على اطراف بلدة برج الملوك ومرتفعات شبعة ومزارع شبعة ومرتفعات كفر شوبة وحلطة يعني يقوم برمي قذائف الفسفور الحارقة يعني منذ بداية الحرب يقوم الجيش الاسرائيلي برمي القذائف الحارقة بغية حرق الاحراش يعني منذ بداية الحرب هناك 340 حريق بسبب القذائف الفسفورية يعني اكثر من 900 دنم من الاراضي احترقت بفعل القذائف الفسفورية وايضا هناك يعني نفوق طيور دجاج حوالي 200 الف طاير و700 رأس من الماشية ايضا و60 خيمة زراعية و250 قفير نحل حتى اليوم ان هناك هدوء في هذه اللحظات هذه الصورة ان عاد صوت القصف على ما يبدو على حولة ورب 30 كان هناك هدوء منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظة يعني القصف في الخطاع الشرقي يطال مرتفعات شبعة وكفرشوبة وبلدة حولة ورب 30 واطراف برج الملوك مرحبات شبعة وبردة حولة ونحصة وعلى قصف وانا يوجد ضد من الملوك يجب ان يقوم بالتركز القصف وحلى اللحظة أطراف بلدة حولة ورب تلاتين في هذه الأثناء ترجمة نانسي قنقر وقام الجيش الإسرائيلي بالرد بقصف المدفع على مرتفعات شبعة ومرتفعات كفر شوبة وحلتة وطم أيضا القصف المدفع باستهداف أطراف بلدة برج الملوك ونستمر بسمع صوت القذائف المدفعية باتجاه بلدة حولة ورب تلاتين في هذه الأثناء إذن سنكون معكم بأي جديد لحظة حصوله وسنحاول الاقتراب أكثر من أماكن الاشتباك شكرا لكم من المتابعة وإلى اللقاء شكرا لكم من المتابعة وإلى اللقاء وو لدي BUñ